انعقدت جلسات اليوم الثالث والأخير من أيام المؤتمر العلمي الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث القرون الخمسة الأخيرة وتناولت جلساته المؤسسات الشرعية والدينية وصلتها بالحالتين العلمية والفكرية والصلات العلمية والفكرية بين العراق والحواضر الإسلامية والعربية وقضاته ومفتول فرات الأوسط ومؤسسة الإفتاء في العراق في القرن الرابع عشر الهجري تأسيسها وأعلامها ونهايتها مؤسسات العلمية والتربوية والمدارس التي أسست في العراق كان لها دور كبير في إبراز علماء العراق وكذلك المناهج التي كانت تدرس في هذه المدارس وخرجت كثير من العلماء والباحثين الآن الصلاة العلمية بين العراق وبلاد المسلمين هي صلاة ممتدة عبر الزمن وعبر قرون طويلة العراق كان تمثل أرض الخلافة وكثير من العوائل أو من الأسر الذين جاءوا من العراق واستقروا في الجزائر أو في تونس أو في المغرب على وجه العموم ما طرح في هذا المؤتمر على كثرتها وعلى زخمها المعرف الكبير أوصلنا إلى نتيجة أن هذه المحاور التي ربما تدرسناها وتناقشنا فيها يحتاج كل محور منها إلى ملتقا خاص فيها طرح جيد فيها أفكار جديدة نسمعها فيها إبراز لعلماء وتراث لم نكن نعرفه من قبل فيها إبراز إلى أن هذه الأمة أو أهل العراق أو الشعب العراق لا يزال مرتبطا بعلمائه بشيوخه بتراثه رغم المحن والمعاناة والألم الذي يمر به وفي جلسة ثانية ناقش المؤتمرون علم الاجتماع ودراسات الإعلام والتعريب والترجمة وصحافة ثورة العشرين ورواد الصحافة الإسلامية في العراق إضافة إلى بحث عن الترجمة في العراق وآفاق المعرفة في العصر الحديث الهيئة ربما لا يكون جديد عليها ولكنه في هذا الموضع في إطار هذا الفرع من الفروع العلمية فرع التوثيق هو جديد حقيقة ولا ننسى أيضا أن السياق الذي جاء فيه هذا المؤتمر سياق الذي يتعرض فيه العراق أو يعيش العراق فيه بوضع يبدو أنه تراجع هائل أو انهيان ربما عند البعض أنه يأتي في هذا السياق من يوثق تاريخ العراق المعاصر والحديث هذا أعتقد يضاف لأهمية هذا المؤتمر أنك تريد لهذا البلد أن يبقى حيا أن يبقى ميراثه حيا أن يظل الذين أسسوا هذا الميراث أحياء في عقولنا وعقول الأجيال الجديدة كثير من أبناء الجيل الجديد في العراق اليوم لا يعرفون تاريخ بلدهم ويعتقدون أن العراق هو هذا العراق الذي مشاهده بالقتل والفساد والتدمير وهذا غير صحيح هذا المؤتمر ربما من بين نتائجه المهمة أنه يقدم لهذا الجيل شيء عن ميراثهم الحقيقي عن تاريخهم الحقيقي عن أجدادهم الذين أصلوا هذا المنهج ليس لهم فقط العراق ولكن الأمة العربية والإسلامية أظن أن هذه النتيجة التي خلص إليها المؤتمر بعد ثلاثة أيام من العمل الجاد والمرهق والعمل اللوجستي الضخم أعتقد أنه حقق أهداف إن شاء الله استمرت جلسات المؤتمر لتتناول المخطوطات وخدمة التراث وفن الفهارس والمعاجم والخط العربي وجمالياته ودور المدرسة العراقية في فن الخط العربي وحركة التحقيق وإخراج التراث عند علماء العراق في العصر الحديث ليسدل السيتار عن المؤتمر العلمي الذي خرج بالعديد من التوصيات تأكيد تبني موسوعة علمية لتراجم أعلام العراق وآثارهم ومصنفاتهم وتحقيق مخطوطاتهم مع طباعة دليل للكتب والمؤلفات العراقية في القرون الخمسة الهجرية الأخيرة ووضع تصور للوضع العام للمخطوطات في العراق بعد الاحتلال في عام 2003 وفي ختام المؤتمر سلمت الدروع التذكارية على المشاركين فيه